برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب معاكم بضفت اللي منوراني النهاردة لأول مرة الدكتورة نيفين محيددين أستاذ أمراض المخ والأعصاب وطب قصر العيني اللي هتقول لنا وتعرفنا خط سيرة دورة دموية للمخ وتشرح لنا يعني ايه يحصل قصور فيها وازاي نلحق ده قبل لقدر الله ما يوقف ميزان جسمنا وحياتنا كلها مساء اخيها دكتورة أهلا نساء منورانا في الحكيمة في بيتك لأول مرة أهلا بك الحقيقة موضوع جلطات المخ موضوع مهم وإحنا زعلنا من نفسنا أن إحنا نسناه الحقيقة وأخرناه كده إحنا في رابع شهر البرنامج لكن يمكن عشان حضرتك اللي تقدميه معنا أنا عايز أعرف إيه اللي بيميز الدورة دموية للمخ وهل هي مختلفة عن دورة دموية لأي عضو تاني في الجسم الزيب حالك تفضلت وقلت المخ هو ميزان الجسم فميزان الجسم ده اللي هو بيكنترول كل حاجة في الجسم الماستر السيد بالضبط الماسترو والقائد اللي بيحرك الحاجات الحيوية اللي هي الأوتوماتيكية واللي بيحرك الحاجات الجسمانية اللي هي العضلية ده لازم يكون ليه نصيب الأسد من الدورة الدموية للجسم فهو فعلا بيوصله 15% من كل الدورة الدموية اللي بتروح لكل الأعضاء على حجمه الصغير ده بيمثل 2.5% من حجم أو من وزن الجسم وبيروح له هذا الكم لأنه هو بيكنترول كل حاجة وكمان 20% يعني 5 الأكسوجين اللي موجود في الدم ده برضو بيروح للمخ ياه 20% وهو 2.5% من وزن الجسم استاهل دي استاهل طبعا استاهل تمام هل الدورة الدموية للمخ مجهزة ببدائل يعني كلام جميل اه ايه 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 ربنا ادنا ايه يحمي هذه الدورة تفضل كلام جميل جدا سؤال حدثك رائع جدا الحقيقة احنا عندنا في حاجة اسمها المخ يعني مجهز مش بس لاستقبل كمية كبيرة كمان عندنا في دورة امامية ودورة خلفية ايه والدورتين دول فاتحين على بعض ايه في كده هوت حاجات اسمها او زي ما نقول شرايين فرعية شرايين فرعية موصلة الدورة الامامية بالدورة الخلفية تمام وما بين الدورتين نفسهم الامامية متوصلين ببعض فعندنا في الاخر كله فتح على بعضه بحيس ان طول الوقت عندي هنا حصل مشكلة او قصور الناحية تانية بتسد هنا مشكلة او قصور الناحية تانية بتسد وفي كمان حاجات اسمها حاجات فرعية مقفولة بس في وقت الجد بتفتح ايه فلما بيكون عندنا مشكلة واللي حصل الانسداد مثلا في ماجر الدم مش الموضوع بيبقى على طول قبل سي takacر بيحصل بيحصل بالغلطة لا في حاجات بتفتح خصوصا او الموضوع بيحصل على مدى وقت بتبتزي الحاجات دي تفتح وتفتح وتفتح وتعمل لنا قنوات فرعية تخلي الدم يفضل وصل للمخ تمام جميل